سلام الله عليكم مشاهدين ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة جرنان تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج وأمنا إن شاء الله نلقاكم دائما بالصحة والعافية أهم جاء في الصحافة الوطنية اليوم الأحد الثاني والعشرين من نوفمبر الموافق للعشر بن صفر بداية بجريدة النهار على لسان سمير شعبنا قال إن ذلك يكون بمثابة أجر لهم من الجمعيات أئمة جزائريون يتسولون 50 أورو في فرنسا ونهار قالت أيضا أئمة وزارة الشؤون الدينية يرفضون العودة للجزائر بعد انتهاء عقودهم نهار تحدثت على لسان سمير شعبنا في منتدى الحوار على الأئمة الجزائريين الذين يسافرون إلى فرنسا بعقود لكنهم لا يعدون بعد انتهاء العقود جلو الحجيمي قال ألا إما يرفضون العودة بسبب الرواتب الزاهدة التي تقدم لهم في الجزائر وسامير شعبنا قال عدم تكوين أئمة الجزائر العاملين في فرنسا على طريقة التعامل كلفنا خسارة 40 مسجد لصالح جاليات أخرى سيارة كات كات دفعية ربعية الدفع جزائرية الصنع في الأسواق سنة 2016 ستطلقها رونو قبل نهاية مارس 2016 وتباع بالقرض الاستهلاك في إجراء جديد قالت النهار يناقض رغبة الحكومة في استقطاب السيولة المتداولة في السوق وضع أكثر من 100 مليون في البنوك دفعة واحدة ممنوع أبو ألام جبار المدير العام لبنك الفلاحة وتنمية رفية قال لوجود لأي تعليمة تمنع الزبائن من سب أكثر من 100 مليون الحادثة وقعت في خميس مليانة بولاية عين الدفلة جريدة الحوار قالت على لسان وزير الدفاع الأسبق خالد نزار في موقع الجيري باتريوتيك تحدث وقال سياسة الغرب هي سبب الإرهاب وقال أيضا خالد نزار إن القضية الفلسطينية قضية عادلة ونبيلة وأرجع تطور الإرهاب وتوسع حجم داعش إلى سياسة الغرب المنتهجة ضد الإسلام والمسلمين وقت الجزائر قالت شهادات حالة المدنية ملغات بمرسوم تطلبها العدالة أصحابها عالقون بين المحاكم والبلديات وأيضا قالت 40% من الأئمة المنتدبين في فرنسا أميون عميمور قال دليل بو بكر عاجز عن تجنيد مسلمي فرنسا ضد الإرهاب جريدة البلاد قالت الوزير الأول ومدير ديوان رئاسة الجمهورية يخرجان عن صمتهما انتفاضة ضد الإشاع عسلال قال بوتفليقة لم يغادر البلاد للعلاج وأنا على اتصال يومي به وأويحي قال الرئيس بخير وهو من يقود البلاد مدنيا وعسكريا جريدة المحرر قالت بوتفليقة يصنف ضمن القادة العشرة الأقوى عربيا حسب تقرير أعدته دار العروبة للنشر والتوزيع وقالت أيضا المحرر اليومي هناك اجتماع حكومي مرتقب لمناقشة مشروع سكنات عدل جريدة الوسط قالت استنفار أمني في عشر ولايات جنوبية إجهاضا لمحاولات اختراق الحدود الوطنية والوزير الأول قال في جريدة المساء الجزائر تتحمل الصدمة النفطية بشكل أحسن وقال مدخين المحروقات يخفضت بـ 44% في الصحافة النطقة بالفرنسية جريدة الإكسبرسيون قالت في صفحتها الأولى وضعت صورة للوزير الأول وقالت بورسوخ تيرد الكريز إيكوناميك اندويت بغلشي دي بخير بدخول سلال فيكس لفيدغوت والصور دالجري قالت في البويرة دي تيروريست سينيالي أمشدالة في ولاية البويرة تقريبا هذه أهم العنوين اللي جات في الصحافة اليوم والبداية بتفاصيل هذا والعنوان الرئيسي اليوم للنهار ستين بالمئة من الأئمة الجزائريين بفرنسا حراغة قال النائب عن الجارية الجزائرية بالخارج سمير شعبن أن ستين بالمئة من الأئمة الذين ترسلهم الجزائر لإمامة المسلمين بمساجد فرنسا لا يعودون بعد انتهاء عقودهم وضحا أنهم يرفضون العودة إلى أرض الوطن ويتحولون إلى الأعمال المختلفة لصالح الجمعيات مقابل أجور زهيدة وأوضح شعبن أمس على هامش منتدى جريدة الحوار أن معظم الأئمة الذين ترسلهم وزارة الشؤون الدينية من أجل إمامة المصلين بفرنسا لا يعودون بعد انتهاء عقودهم التي تدوم لأربع سنوات وبقوا في فرنسا من أجل العمل في أعمال مختلفة لصالح بعض الجمعيات الدينية من خلال إلقاء خطب الجمعة أو الصلاوات الخمس مقابل أموال زهيدة لا تتعدى الخمسين أورو سيارة ربعية الدفع من صنع جزائر في الأسواق قلت النهار ستعلن شركة ترونو الجزائر عن ميلاد ثاني منتوج لها من مصنع وادي تليلات بولاية وهران قبل نهاية الثلاثة الأول من العام القادم ليضاف إلى المنتوج المعلن عن في العاشر من شهر نوفمبر 2014 والمتمثل في سيارة سيمبول المنتوج الثاني الذي يعتبره مسؤول قطاع الصناعة والمناجم وحتى شركة ترونو في حد ذاتها بمثابة مفاجأة سيكون على شاكلة مركبة سياحية ربعية الدفع الدفع يدخل بها مصنع وادي تليلات المنافسة وبقوة من أجل الاستحواذ على السوق الوطني للسيارات في نفس الفترة التي يتم فيها التوقيع على اتفاقية بين الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس شهر فيفري لتمكين علامة الأسد بوجو الفرنسية من الاستثمار في الجزائر البنوك تمنع زبائنها من صب أكثر من 100 مليون سنتيم دفعة واحدة قلت النهار رفضت وكالات بنكية بعدد من البنوك العمومية والخاصة استقبال أكثر من 100 مليون سنتيم بحجته أن إجراءات جديدة تمنعهم من السماح بإداع أكثر من هذا المبلغ في أي حساب دفعة واحدة وطلبتهم بصب المبلغ على الدفعات في أيام مختلفة أو بوكالات مختلفة وحسب ما أكده أحد تجار الجملة لبيع الوازم الهواتف النقالة من عين الدفعة فإنه كان متعودا على صب مبلغ يتجاوز 100 مليون بشكل عادي من دون أي تعرقيل إلى أنه تفاجأ بداية الأسبوع الفارد بقرار جديد من قبل بانك التنمية الريفية بدر وكالة خميس مليانها في عين الدفلة برفضها استقبال أكثر من 100 مليون سنتيم دفعة واحدة زير الطاقة قال لابد من العمل بالعقود طويلة الأمد لضمان تمويل الاستثمارات الغازية للونك ديري قال أمس صالح خبري وزير الطاقة أن العقود طويلة الأمد هي وحدها من تسمح بتمويل الاستثمارات في قطاع الغاز من أجل ضمان مردودية أفضل لهذه الاستثمارات مضيفا أن القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستتطرق مرة أخرى إلى هذه المسألة وأفد أمس خبري بأن هناك مطالب متزايدة من قبل الدول المنتجة للغاز من أجل اعتماد العقود الطويلة كمرجعية أساسية في تحديد سعر الغاز الطبيعي وشيرا إلى أن هذه الصيغة من العقود ستكون كفيلة بضمان تمويل الاستثمارات الغازية الكبيرة خاصة وأن الصناع الغازية تتطلب استثمارات جد ضخمة ولا يمكن تمويل هذه الاستثمارات من دون اعتماد عقود طويلة الأمد بين المنتجين والمستهلكين جريدة الخبر قالت الأغلبية البرلمانية في مأزة قالت الخبر يلقى مشروع قانون المالية لسنة 2016 المقرر مناقشته اليوم رفضا قويا من قبل المجموعات البرلمانية المعارضة وتيار في الأغلبية الذين يرونه وثيقة ملغمة وخطيرة على مستقبلها الجزاء وقالت الخبر أظهر ممثلو الأغلبية البرلمانية خلال النظر في المشروع على مستوى لجنة المالية انقساما واضحا وينتظر أن يبرز هذا الانقسام أكثر خلال المناقشة العامة التي تنطلق اليوم وقالت الخبر جارة العادة أن ينخرط نواب الأفلان خلال المناقشة في نفس توجه المعارضة غير أنهم سرعان ما يسقطون في فخ التطبيع ويندمجون مع توجه لجنة المالية التي تنتصر عادة للحكومة ولبعض جماعات المصالح لحسابات شخصية للقائمين عليها الخبر قالت أيضا المخدرات تغزو المدارس قالت الخبر أكد تقرير للهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث فغام في تقييم لوضعية الأطفال بالجزائر على تدهور وضعية الأطفال بدءا بالجانب الصحي نهيكا عن تفشي ظاهر تعاطي المخدرات بين التلميذ بدليل تعاطي نحو 8% من تلميذ الطورة المتوسط والقرابة 20% من الطورة الثانوية للمخدرات وأضف التقرير أن 5% من أطفال الجزائر لم يدخلوا المدارس إطلاقا أو غادروها قبل بلوغ نهاية الطور الأول وأشار التقرير أيضا أن 27.2% من أطفال الجزائر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يعانون من الأميات المطلقة جريدة وقت الجزائر قالت شهدات حالة مدنية ملغات بمرسوم تطلبها العدالة وقالت وقت الجزائر ما زالت مشكلة استخراج وثيقة عدم التسجيل الخاصة بالوفاة الزواج والميلاد التي سقطت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 211 المؤرخ في 16 سبتمبر 2010 من قائمة المطبوعات للحالة المدنية محل مطالبة تفرضها المحكمة بينما ترفض البلديات تسليمها تطبيقا للمرسوم المذكور وأكد عزدين حلاس رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي البلديات أن المشكل تتسبب فيه البلدية بالدرجة الأولى على اعتبار أنها لا تسير بقانون موحد موضحا أن كل بلدية وكل ولاية تعتمد وثائق حالة مدنية التي تختار استخراجها دون الرجوع إلى القوانين والمرسوم التي تنظم القطع جريدة البلاد قالت انتفاضة ضد الإشاعة وقالت فندى الوزير الأول عبد الملك سلال الإشاعات بخصوص مغادرة الرئيس بوتفليقة التراب الوطني للعلاج بأوروبا قال أن الرئيس لم يغادر البلاد العلاج في أوروبا مؤخرا مؤخرا مضيفا أنه على اتصال يومي به ومن جهته قال أحمد ويحيا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة إن الإفراج عن تعديل الدستور سيكون قريبا مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة هو من يسير البلاد ويقودها في البلاد أيضا هيربين مات إن ألجيريا قريبا قالت البلاد يحضر أمين أوتو الوكيل المعتمد المختص في تسويق العلامات الأسيوية لإطلاق مشروع خاص بتركيب السيارات النفعية باللزائر وتحديدا في ولاية عين تيموشنت وكشف والي ولاية عين تيموشنت أحمد حمو التهامي أن المشروع يعرف تقدما وسيجسد على أرض الواقع قريبا وسيتم تخصيص 30 هكتار من العقار الصناعي لفائدة المشروع جريدة المحور قالت حالة طوارئ في مطار هوارب مدينة دولي قالت المحور تولدت أزم حقيقية بشأن الصلاحيات وتداخل المهام بين أفراد جهاز الشرطة وعناصر الجمارك الجزائرية بمطار هوارب مدينة دولي بالجزائر العاصمة على خلفية توقيف عناصر من الشرطة في وقت سابق ثبت تورطهم في عمليات تهريب الذهب إلى تركيا رفقة مجموعة من السماصر وقد طف الخلاف إلى السطح وتوترت العلاقة بين الجهازين المكلفين بتأمين الحدود مما يستدعي قالت المحور تدخل قيادة هذين الجهازين الأمنيين الشعب على لسان وزير الشؤون الدينية والأوقاف عيسى قال أن الإمام صمام أمان للشباب من الأفكار الداخلية قالت الشعب دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى من البليد لأما إلى التحليب بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يكونوا صمام أمان للتصدي للأفكار الداخلية على مجتمعنا التي تهدف إلى نشر الفتن والفكر المتطرف باسم حركات وفرق لا تفقه في أمور الدين الصحيح وكشف عيسى عن مشروع إصدار نصوص قانونية تحصن دين الحنيف أكثر ضد الفرق التي لا تريد استغلال الدين في التفرقة التي تريد استغلال الدين في التفرقة ونشر أفكار التطرف داعيا بوجه خاص ألا إما إلا يكونوا الصمام أمام لحماية عقول الشباب الجزائري الصحافة الناطقة بالفرنسية ليبرتي قالت لويزا حنون تتهجم على وزير الصناعة بوشوارب مرة أخرى وقالت ليبرتي حضرت الأمينة العامة لحزب العمالة لويزا حنون من خطورة قانون المالية 2016 على الجزائر ووصفته بالقنبلة وبمثابة الحكم بالإعدام على الطبقة الشعبية وقالت حنون قانون المالية بمثابة آلة كاسحة ستدمر كل منعات البلاد بإفقار الشرائح المتوسطة إلى جريدة لسواغ دالجيري قالت ستين بالمئة من حالات سرطان الثادي اكتشفت في مرحلة العلاج الكيماوي هو ما يعني أن اكتشافها كان متأخر قالت لسواغ فاد رئيس لجنة البيداغوجيا لتبأ الأورامة السرطانية لغرب البلاد البروفيسور الوافي جلالي أن ستين بالمئة من حالات سرطان الثادي في الجزائر تكتشف في مرحلة العلاج الكيماوي وأوضح جلالي الوافي أنه قد تم الكشف عن هذه الحالات الجديدة لسرطان الثادي في وقت متأخر أي في مرحلة الانتشار كما دعا إلى التكثيف التحسيس للكشف المبكر مشيرا إلى أن هذا المرض يمس في الجزائر حتى الشبات مقارنة مع البلدان الغربية جراء عدة عوامل منها الجينية في الصحافة المحلية آخر ساعة قالت قسم التوليد بمستشفى ابن رشد يهدد حياة الحوامل وقالت قدم الأطباء المقيمون على مستوى مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى ابن رشد بولاية عن نبا على الإضراب أقدموا على الإضراب من أجل المطالبة بإيجاد حل للوضع الذي تفرضه عليهم إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بجعلهم يتعاملون مباشرة مع المرأة الحامل دون وجود طبيب مختص أو طبيب أستاذ مساعد ما يجعل حياة المرأة الحامل وطفلها في خطر كبير الوصل قالت حراس السواحل ينقذون ستة بحارة بولاية تيلمسان وقالت تم صباح أمس إنقاذ ستة بحارة كانوا على متن سفينة صيد حمل الاسم مجاهد بينما كانت على وشك الغرق بسواحل الغزوات بتيلمسان وإثرة بولغها الخبر سرعت زوارق الإنقاذة تابعة لمجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالغزوات تيلمسان لإجلاء طاقم السفينة تصريح اليوم وتصريح الوزير الأول عبد المالك السلالة الذي قال الجزائر من الناحية الاقتصادية تتحمل الصدمة النفطية بشكل أحسن من كثير من البلدان الأخرى عبد المالك السلالة قال يجب التحرك لإحداث تحول اقتصادي نحو خلق الثروات ومناصب الشغل وقال قدرة الجماعات الإرهابية على إلحاق الضرر قد ازدادت بعض العلاقات التي نسجتها مع شبكات الجريمة المنظمة وقال السلالة الجزائر مازالت تدعو إلى التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تجشيف منابع تمويله وقال مشاعر العميقة تتجه نحو جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج والتي يتشاطر أفرادها قلق سكان البلدان التي يقيمون بها ويواجهون في الوقت ذاته وضعيات خلط غير مبررة ويتعرضون لمظاهر معادات الأجانب والعنصرية سلال قال وأقول لهم أن بلدهم إلى جانبهم ويساندهم دائما بتصريح نختم معرض الصحة فنتقل بكم إلى موضوعي اليوم